موسيقى موسيقى الزمان الأخير موسيقى ماذا يحدث عندما تسمع هذه الكلمات الزمان الأخير أو أواخر الأيام إيه اللي بيدور في ذهنك إيه اللي بيدور في فكرك أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح هذه الحلقة في غاية الأهمية أعتبرها حلقة مصرية حلقة اللي بتتعلق أبديتك فيها إما قبولك المسيح للحياة الأبدية أو رفضك للمسيح لطبعاً الهلاك الأبدي أحبائي أنا بدعو كل مشاهد إنك تفكر إنك تبحث إنك تفحص وإنك تزين الكلمات اللي بتسمعها وإنه فعلاً تشوف إيه اللي عم بيصير في هذه الأيام وهل إحنا فعلاً في الأيام الأخيرة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنتم تشاهدون بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وأيضاً يمكنكم مشاهدتنا على السوشال ميديا لايف قبل ما أبتدي في الحديث اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس من كلمة الله رح أقرأ من رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا أو لكنيسة روميا الإصحاح الثالث عشر ورح أبتدي من آية 11 مكتوب هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصاً الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهري لا بالخصام والحسد بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيراً للجسد لأجل الشهوات أحبائي هذه الكلمات في غاية الأهمية بولوس الرسول بيكتب واحدة من أروع الرسائل في العهد الجديد هي الرسالة إلى كنيسة روميا وبيبتد في هذه الرسالة بيتحدث عن الستاتوس تبع الناس سواء يهود أو أمم وباختصار بيتكلم أن الجميع واقع تحت قصاص الله ولكن من ناحية أخرى بيركز على موضوع التبرير بالإيمان فالرسول بولوس عم بيتكلم عن الأساسيات الإيمانية والعقائد الرسمية أو الأساسية اللهوتية اللي بيتكلم عنها في هذه الرسالة مثل موضوع التبرير بالإيمان عقيدة التبني الاختيار عقيدة الخلاص عقيدة التقديس وطبعاً يعني بتشوف الفداء وهكذا يعني موضوعات كثيرة موضوعات لهوتية بيوصل إلى أصحاح 12 بيتكلم عن شيء عملي مهم جداً إنه أوكي إذا احنا تعلمنا كل المواضيع اللهوتية اللي بتساعدنا إنه نفهم الأساسيات الإيمانية حتى نحمي أنفسنا من أي تعليم أو رياح تعليم ضلة تحمينا من الهرطقات وتعتبر الحق المستقيم أمام كل ضلال أو كل تزييف ولكن بصحاح 12 بيتكلم عن التطبيق العملي بيقول في الآية الأولى والثانية فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وبيتكلم عن تعليم عملية تطبيقية في حياة الكنيسة وفي حياة المؤمنين ولكن عندما يصل إلى إصحاح 13 وكأنه بيجمع كل التعليم في أيتين أو في ثلاثة يقول هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا طبعا هو تعامل مع القضايا الأساسية المهمة في حياة المؤمنين فتعامل مع عقيدة التبرير بالإيمان وتعامل مع عقيدة الخلاص والعقيدة التبني والتجديد وهكذا كل الأساسيات ولكن هون بيقول فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا بيتكلم عن أنه الساعة عم بالضوق الساعات الأخيرة وأنه كل عجلة الزمان عم تكتمل لمجيء المسيح ثانية وبما أنه الرب يسوع جاي في أي لحظة وفي أي وقت فبيتكلم هون لاحظ في شيء مهم جدا لا يتكلم عن كيفية المجيء فكلنا كمسيحيون نؤمن بالمجيء الثاني أنه الرب يسوع جاي وجاي عن قريب وهذا متفق عليه بين كل الكنائس المسيحية ولكن الاختلاف هو كيفية المجيء وطبعا إحنا ممكن لأنه إحنا منتعامل مع عقيدة الإسكاتولوجي عقيدة الأخرويات أو آخر الأيام الزمان الأخير بالنهاية لا أحد يعلم التوقيت بالضبط ولكن اللي منعرفه أنه لازم نكون مستعدين وهذا أحبائي بيقودني لشيء مهم جدا بموضوع النبوات وخليني أبتدي بتلات أمور مهمة في موضوع النبوات واحد نمرة واحد واحد من مشاكل النبوات أننا نريد أن نساعد الله في تحقيق أو تتميم النبوات أي تحقيق الوعود يعني تتذكر في العهد القديم صار حاولت تساعد الله حاولت تساعد إبراهيم عندما أعطت هاجر لإبراهيم فطلعت عن النظام الإلهي وهكذا بتشوف رفقة ومعاملتها مع يعقوب غير عن عيسو واليوم في هذه الأيام واحد من المشكلة الكبيرة عم نحط ما يسمى systematic theology لهوت نظامي ولسيما في هذا الموضوع قسمنا التاريخ إلى حقب تاريخية ونبتدي نتكلم عن هذا المجيء كتتميم ولكن البعض الآخر بروح للإكستريم كأنه عم بحاول يحط نوع من البازل للكتاب المقدس كل ما بيسمع مثلا عن حرب أو عن بلد أو عن أمر هذا البازل بيتحط هنا هذا بيتحط في هذا المكان حتى يكمل البازل ومننسى أنه الرب يسوع قال للتلاميذ ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه فهذا مهم جدا أنه ندركوا أنه الرب يسوع تكلم كابن الإنسان وهو على الأرض قال حتى الإبن لا يعلم هذه الساعة يعني قرر أنه يحدد نفسه في هذه المعلومة في علم الآب ولكن الإشكال تبعتنا أنه كل ما نشوف بلد بترتفع أو دياني أو حرب أو أمور عم تحدث ولسيما في الشرق الأوسط وطبعا الحروب الأخيرة ما أكثر الأنبياء وما أكثر النبوات وما أكثر الكتب اللي بتتداول وتتعامل مع هذا الموضوع فإذن أحبائي ليس لنا أن نعرف هذه الأمور أترك موضوع المجيء هذا هو شغل الرب الرب أعطاك شغل شغلك أنت أنك تشهد وتكرز بالإنجيل وبتتكلم عن الرب يسوع المسيح وتكون مستعد لمجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد المشكلة الثانية في الموضوع هي النقيد الآخر اللي بولوس عم بحذر منها عارفونا الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم يعني المشكلة الثانية أننا غير مكترثين في أو لمجيء الرب عايشين حياة الخمول حياة التكاسل الروحي عدم الانتظار وعدم الانشغال وعدم الصلاة طالبين منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب ومخدين هذا الأمر بالتساهل والتهادن وكأن الأمر لا يعنينا أي شيء فالمشكلة الأولى جماعة الذين يجعلون من النبوات كنوع من البازل أنه يكمل أو يساعد الله والمجموعة الثانية تركين الموضوع يعني بلا اكتراث ولا مبلاء أما المجموعة الثانية أحبائي يقول عنهم الكتاب المقدس الذين يحبون ظهوره أيضا الجماعة التي تنتظر الرب ومنشغلة في الرب وشولها الشاغل أنه تشهد عن يسوع وأنه تكرز برسالة الإنجيل وأنه معنية أنه ملكوت الله يمتد في حياة الناس وعايشين مليانين محبة محبة للرب ومحبة للناس لهذا السبب وحده من الأسباب أنه نحن نتكلم في هذه الحلقات كبث مباشر عوزين أنه ناس تستيقظ ونقول أنك لا تجازف ولا تقامر في أبديتك الجماعة الأولى عوزين يساعدوا ربنا الجماعة الثانيين مش هاممهم هذا الأمر كليا ولكن حقيقة اللي بحب الرب الله رح ييجي أو يتعامل للي بينتظروه وللي متوقع مجيء الرب سأواصل لحديثي بعد هذا الفاصل سأواصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزمان الاخير طبعا لاحظ هون الكلام هذا وانكم عارفون الوقت الوقت هون مش بيتكلم عن الساعة الزمنية اللي احنا منعرفها لكن بيتكلم عن الحقبة بمعناها الاصلة بيتكلم عن الحقبة الزمنية بيتكلم عن العصر او بيتكلم عن الدهر وهذا طبعا يعني في مرحلة معينة الكتاب او الله بيتعامل في حقبة زمنية معينة فمثلا في تمثاوس الاولى اصحاح اربعة مكتوب ولكن الروح يقول صريحا نتكلم عن الزمان الاخير او الازمنة الاخيرة ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعليم شياطين في رياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم وطبعا بيكمل ويتشوف نفس التعبير مسكورة في رسالة تسالونيكي طبعا اللي بيتكلم عن الارتداد العظيم وهون بيتكلم يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعليم شياطين ثم اذا منقرأ في تمثاوس التاني اصحاح تلاتي خليني ابتد من الاية الاولى ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيرة يعني احنا قلنا هون في الايام الاخيرة او في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان هنا يقول اعلم انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة لان الناس يكونون محبين لانفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا رضا ثالبين عدمين نزاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة لله لهم صورة التقوى يعني واحدة من مواصفات ومميزات العصر الاخير انه بمارس كل انواع الخطايا ولكنها مغلفة لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء بكلمات اخرى جماعة متدينين لكنهم غير مثمرين ما فيش ثمر في حياتهم جماعة عندهم معلومات لكن يفتقرون الى النضوج الروحي جماعة بتتكلم كتير ولكن حقيقة عايشين عكس الكلام اللي بيتكلموا بيتكلموا كلام كبير ولكن ما بيطبقوا عمليا على حياتهم اولا لهذا السبب يقول انه راح تكون ازمنة صعبة ازمنة اخيرة يرتد قوم يأتي الارتداد اولا تعرفوا كمان في شيء مهم جدا في بطرس رسالة بطرس الرسول الثانية اصحاح ثلاثة خلينا اقرأ آية ثلاثة واربعة عالمين مرة تانية عالمين هذا اولا انه سيأتي في اخر الايام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم وقائلين اين اين هو موعد مجيئه مش بتسمع هذا الكلام يوميا دائما بتتكلموا عن المجيئة التانية يا عم سرعتونا دوشتونا اين هو موعد مجيئه لانه من حين رقد الاباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة آية تسعة وعشر من آية تسعة هنا الرسول بطرس برد على هذه الجماعة المستهزئون في اخر الايام يقول في آية تسعة لا يطباط الرب عن وعده كما يحسب قوم اطباط لكنه يتأن علينا وهو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة ليه لانه الله لا يصر بموت الشرير الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون يقول انه الله عم يعطينا فرصة جديدة اليوم الى كؤلة في حياتنا يقول لكن سيتأن علينا وهو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة لكن الله حزب اقول ولكن سيأتي الكلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السموات بضجيج وتنحل العماصر محترقة وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكون انتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب ولكن انا بحسب اي 13 بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وارضا جديدة يسكن فيها البر لذلك ايها الاحباء اذ انتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام مرة تانية واحسب انات ربنا خلاصا يعني اليوم الله تأن عليك لانه حقيقة مش عاوز يبعتك على جهنم وهو سيأتي كلص للناس اللي مش مستعدة لمجيء الرب ولكن احبائي الناس المستعدة يقول الرسول بولوس واما الازمن والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء فاذا الناس المستعدة عارفين منتظرين مجيء الرب والناس اللي مش مهتمين في هذا الموضوع رح يجي كلص يعني مفاجئ ورح تتفاجئ بهذا المجيء وطبعا سعتها ما عندك اي فرصة تانية فاذا احباي اخوتي واخواتي الكتاب المقدس يتكلم عن حتمية المجيء مجيء ربنا يسوع المسيح في العهدين في العهد القديم وفي العهد الجديد يؤكد على حتمية المجيء التاني يعوزني الوقت ان اقرأ دانيال اصحاح 7 آية 13 يعوزني الوقت ان اقرأ زكريا اصحاح 14 آية 4 يعوزني الوقت ان اقرأ سفر ملاخي اصحاح 3 آية 1 وآية 2 كلها بتتكلم عن مجيء الرب له كل المجد ولكن في العهد الجديد بتشوف الصورة اوضح بتشوف اصحاحات كاملة لمجيء المسيح ثانية مثلا في انجيل متة اصحاح 24 واصحاح 25 عم بيتكلم عن العلامات التي تسبق مجيء الرب يسوع يريد تقرأ اصحاح 24 و25 في انجيل مرقص اصحاح 13 في انجيل لوقة اصحاح 21 وحتى في بشارة يحنى في اشارات كثيرة سواء في الانجيل يحنى او في رسائل يحنى بيتكلم عن مجيء المسيح ثانية مثلا يحنى 14 في بيت ابي منازل كثيرة وإلا اني قد قلت لكم انا ذاهب لأعد لكم مكان ومتى اعددت لكم المكان اتي واخذكم ايضا حيث اكون انا تكونون انتم ايضا فاذا عم بيتكلم انه عم بيجهز النا مكان ما لا يخطر على بال ما لم تنظر عين او تسمع به اذن او يخطر على بال مما اعدوا الله للذين طبعا يطلبونه ويحبونه ايضا فاذا ايات كثيرة في العهد الجديد رسالة تسالونيك اللي قرأتها رسالتين بتتكلم عن مجيء المسيح ثانية ماذا عن رسالة يهودا ماذا عن رسالة بطرس التانية اللي بتتكلم وبتحذر من التعليم الضالة وانبياء الكذبة والمسحاء الكذبة والانبياء اللي عم تكتر بتنادب انفسها بدل ما انه تركز على الله وصف رؤية كله بالكامل بيتكلم عن مجيء المسيح ثانية يسوع يسوع بنفسه اعلن عدة مرات انه سيأتي ثانية فاذا ايات كثيرة سواء في العهد القديم او في العهد الجديد فالسؤال كيف سيكون مجيء المسيح ثانية شوف حبيبي المجيء الاول الرب يسوع جاء للخلاص جاء للفداء ولد بمتواضعا في بيت لحم عاش حياة فقيرة مع انه صنع يعني اعظم المعجزات علم اجمل التعليم عمل امور مذهلة عاش حياة خارقة بلا خطية ويتكلم باقوال لم يقلها احد ولكن مع كل هذا مجيء المسيح ثانية من يحتم المجيء عيناه كلهيب نار للقضاء سيرجع كالديان اولا جاء كالمخلص لكن بمجيء ثانية سيأتي كالديان بالمجيء الاول جاء كالحمل متواضعا قدم فداء وخلاص بموت على الصليب وقيامة من بين الاموات في مجيء ثانية سيكون مختلف كليا كلي الاختلاف فاذا كيف سيكون اولا سيرجع المسيح شخصيا هو اللي بنفسه رح يرجع شيء تاني سيرجع بدون توقع ما في حد بيعرف ممكن تعلم كل انواع التعليم وكل انواع النظريات للمجيء وكل انواع العلامات وكل كل الاخره ولكن سيأتي بدون توقع شيء ثالث سيكون مجيء فجائيا يعني الكتاب يتكلم عن مثل البرق من السماء فاذا رح يكون مجيء فجائيا مجيء مش مثل مجاء في بيت لحم في مذود بسيط في بلدة متواضعة سيرجع بمجد وبهاء عظيم جدا ملائكة وبوق وقديسين مجد يعني غير عادي سيكون واضح للجميع مجيء ثانية ثم احباء رجوع المسيح سيكون علنيا مرئيا للجميع مرئيا بالجسد لما التلاميذ كانوا على جبل الزيتون وكانوا ينظرون المسيح صاعد الى السماء الملكان قال مثل ما شفتوا صاعد هكذا سيأتي ثانية سيرجع ثانية بالجسد ايات كثيرة يقول الكاتب الى العبرانيين بعد قليل جدا سيأتي الات ولا يبط الرسول يحن قال يا اولادي هي الساعة الاخيرة فسف رؤية صح الاول والآية سبعة هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين يعني واضح انه رح يكون مجيء علني فاذا احبائي المؤمن الحقيقي بحسب تسرونيك الاولى خمس الاولى والتانية اما الازمن والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كالصف الليل هكذا يجي فالمؤمن مستعد سواء جاء بمنتصف الليل او الصبح او المساء الظهر الى اخرين بميز الاوقات ولا الغير مؤمن يقول مثل ما قالوا في بطرس التانية اين هو موعد مجيء كانوا بيسخروا بيستهزئوا الغير مؤمن يقول كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة يعني بطرس بطرس التانية بيتكلم عن العناصر تنحل والارض ستحترق بالنار ووالاخر يعني يريد تقرأ هذا الموضوع في رسالة بطرس التانية بالتفصيل في كورونتس الأولى مكتوب الوقت منذ الآن مقصر يعني الساعة يعني الدقائق الأخيرة كما قال موسى في مزمور تسعين إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة أو كما قال الرسول بطرس وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا وصحوا للصلاوات الزمان الأخير قبل ما أواصل لحديثي خليني أخد مكالمي من إلياس أهلا وسهلا إلياس انتمعان على الهوى سلام المسيح السيس نهزار سلام الرب معك أهلا وسهلا ويبارك خدمتكن ليكن النور الحقيقة بنص ساعة قدرت لخصت يمكن الكتاب المؤدس بكامله وكان تلخيص رائع لأن هيدا أهم إنذار أهم إنذار لحياتنا كل أهم إنذار لحياة كل المستمعين أنا إذا بتسمح لي أسيس أوجه كلمتي لكل المستمعين أكيد فيهم أخوي بيؤمنوا إنه الرب جاي وجاي عن قريب 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 وفي غير عام بفكره هل هو مظبوط يا ملأ كلمتي كلمتي لأخوي يلي عارفين إنه الرب قريب يا حبة خلينا دايما نصلي ونستهر ونكون مثل العزارة الحكيمات المصابيحنا مليان زيت يلي هو الروح القدس ونصلي لأنه منه معروف أنت لرب يسوع جاي وأهم شي أهم شي إنه ما نوصل لوقت مثل ما مكتوب بمتة 25 للآية 12 فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني ما عارف كنا يا رب إنه الرب يكون عارفنا نحن إنه يكون عم نصلي وعم نسهر لأنه الزمن قريب عم نسمع بكل أخبار الحروب شيخين عالمنا متوجه للحضيط بكل الأشياء اللي عم بتصير خوالينا وعم نشوفها بالنسبة للأخوة يلي الأحبة يلي عم بيبحثوا عن الحق الإنجيل والكتاب المقدس كله بكامله عم يحكي كلام الصدق وكلام الحقيقة الرب يسوع المسيح جاي حياتكم بخطر إذا ما عملتوا بالرب يسوع المسيح وأخذتوا مخلص شخصي لإلكم بكل محبة عم حكيكم وعم إلكم إن الرب يسوع المسيح جاي وحياتكم السيس نزار حي محبة كبيرة من عندي لإلك ربي يباركك شكرا جزيلا أخي لياس فعلا كلمة في محلها ربنا يباركك وربنا يستخدمك وتكون صوت وبوق للحق حتى نحذر وننذر الناس ولكن من ناحية تانية ناس تختبر محبة المسيح الغير مشروطة الغير محدودة على رحمة الله الممدودة ونعمة المسيح وعطيته يعني اللي بدون مقابل لا نستحقها ولا بنستاهلها عطية مجانية مقدمة لكل إنسان في هذا الصدد طبعا أريد عندي رسالتين الرسالة الأولى طبعا لكل شعوبنا سواء في لبنان سواء في فلسطين في غزة وفي الضفة أنا بتكلم عن أماكن الحرب الحاليا وطبعا في إسرائيل وعرب إسرائيل أنا عم بتواصل كتير مع إخوتي يعني وضعهم صعب كمان كل الصواريخ اللي بتنزل أغلبها على المناطق في الجليل والجليل هي المناطق وإن اللي إحنا ساكنين فيها ولكن الرسالتين الرسالة الأولى إنه نأخذ الأمور بشكل جد هل هل أي شيء ساعدنا ولا خلصنا لا المال ولا السياسة ولا الدين ولا الإصلاح ولا حتى الزعمات مع احترام ومحبته للجميع والناس فقدت إيمانها وفقدت رجائها بكل حتى القيادات الدينية والقيادات السياسية فإذن رسالتي لكل من يسمع هذه الرسالة سواء في غزة أو في فلسطين أو في لبنان إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح هاي الأمور اللي بتشوفها طبعا صعبة جدا الحرب صعبة ومأساة ومعاناة ولسيما الأرامل والأطفال والمشردين والبيوت المهدمة إلى آخره إحنا هون يعني وظيفتنا مش نقعد ندين ولكن نأخذ الأمر بشكل روحي جدي إنه ماذا علي أن أفعل أتوب وأرجع للرب هاي من ناحية النحية الأولى النحية الثانية الكنايس أنا بصلي إنه الله يستخدمنا في هذه الأيام ولسيما مع شعوبنا المتضررة عاوز أقول أنه أنتو في محبتنا بكل معنى الكلمة وفي صلواتنا بشكل مستمر وإحنا على طول منرفعكم في صلواتنا الرب يحميكم والرب يبارككم الزمان الأخير السؤال طب كيف أعرف إنه هل فعلا مجيء المسيح ثانية رح يكون حقيقة شوف خليني أخذها من الآخر ما في حد رجع من الموت إلا يسوع المسيح اللي قام من الأموات وقيامة يسوع المسيح أعطت مصداقية وأعطت شرعية لكل ما قالوا يسوع المسيح فالمسيح حتى بعد القيامة تكلم مع التلاميذ أنه سيرجع ثانية هاي من ناحي واحد إن القيامة هي أكبر دليل على مجيء المسيح ثانية شيء تاني لما المسيح كان على جبل الزيتون وكانوا بيتفرجوا على أورشليم القدس بلدة جميلة جدا وأجمل ما كان في هذه المدينة الهيكل اللي كان مزخرف بالذهب والأعمدة والرمانات وكل يعني إذا بتقرأ للمؤرخ يوسيفوس بيتكلم عن أوصاف هذا الهيكل اللي بناه هيرودوس هيكل عظيم جدا وكان الكل بيفتخر إنه هذا الهيكل وكان معلوم لدى اليهود طالما إنه هذا الهيكل بنية استحالي هدم الهيكل فالمسيح طبعا صدم كل السامعين قال لهم أنتوا شايفين هذا الهيكل شايفين الأبنية قال يسوع لا يبقى حجر على حجر لا يبقى حجر على حجر ولا يمضي هذا الجيل يعني ما أخذتش الموضوع أربعين سنة الجيل إلا وتم بالكامل كلام الرب يسوع المسيح فعلا في سنة سبعين ميلادي حسرت أورشاليم هي حسرت من سنة ست وستين ميلادي ولكن عندما رجع مرة أخرى طيتوس حاصر أورشاليم وكان الوضع صعب جدا اللي كان يموتوا من الجوع الجثث الميت في شوارع أورشاليم الرائحة الكريهة وصلت إلى الناس كانت تفقد عقلها وتوازنها وعندما دخل أورشاليم هدم أورشاليم بالكامل ما صحها يعني هدم كل أصوار أورشاليم ولكن تمت نبوة المسيح لم يبقى حجر على حجر تعرفوا حبائي شو اللي بقي أنه عارفين لما انهدمت الحجارة شو ما نعملوه كانوا يشعلوا النيران حتى يقشطوا الذهب اللي على الحجارة فاضطروا أنه حجر وراء حجر بالكامل يعني عملوها حرتوها حرت لأورشاليم لا يسعني الوقت أن أتكلم عن كمية الناس التي صلبت خارج الأصوار كمية الناس التي ماتت كمية الناس التي انسبت فتم كلام يسوع بالتطقيق وبما أنه تم كلام المسيح في مجيء الأول بهدم أورشاليم هذا يعني أنه العلامات اللي تكلم عنها يسوع وأنها مبتدأ الأوجاع اللي بتشوفه حروب وأخبار حروب حيرة وزلازل وأوبئة ورح تكون أيام أصعب وأصعب لمجيء الضيقة رح نشوف أو نشوف الويلات ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص فإذن بما أنه نبوة المسيح تمت في مجيء الأول وتم خراب أورشاليم والهيكل معناته مجيء ثانية لابد أن يتحقق لأنه هو الصادق الأمين والكامل خليني أخذ كمان مكالمة من الأخت نهال سلام ونعمة يا حضرت الأسيط أهلا وسهلا أخت نهال اتماعنا على الهواء تفضل مرحب بحضرتك وكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب وأنا النهاردة بقصد كلمة غاليين على قلب الرب لأنه التليل إننا غاليين عنده هو إن إحنا مازلنا على قيد الحياة وقدمنا فرصة للاستعداد لأنه بالذات الأيام اللي إحنا عايشين فيها حاليا شفنا ناس كتير انتهت حياتهم في لحظة سواء بالحوادث أو بالأوبئة أو المجاعات أو حتى بالحروب فكوني لسه فيها نفس طالع وداخل دي نعمة كبيرة قوي قوي من الله لي لأنه عايز يسمعني ويسمع كل الشعب أنه هيجي مرة تانية وكونوا هيجي مرة تانية ده ممكن يكون خبر صار وخبر غير صار في نفس الوقت خبر صار للناس المستعدة اللي اعترفوا بصليبه وموته وقيمته وبالتالي غفرت خطياهم وده هيخليهم فرحانين جداً لأنهم هينجوا من القصاص أو العقاب الأبدي لأنه مكتوب أن أجرة الخطيئة هي موت ولكن مجيء الرب مرة تانية ممكن يكون خبر غير صار بالمرة بل ممكن يكون مؤبد ويعني الواحد يبقى حاسس أنه هو مخنوق لأنه الواحد لو لسه رافض الصليب والطريق الوحيد اللي رسمه الله للخلاص للأسف هيضطر يدفع هو ثمن خطياب نفسه وده هي الكرسى أو المصيبة يا حضرة الأسيس لأن يسوع لما جاء المجيء الأول زي ما حضرتك قلت كمخلص ويا بخت اللي قبله في حياته لكن لما هيجي المرة التانية هيجي كديان ومخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي فبصلي من كل قلبي أن هذه الأيام المليئة بالإنذرات تجعلنا جميعاً مستعدين ولا نتباطئ في التوبة والرجوع إليه لأن الأبدية جبارة دي مش مية ولا ألف ولا حتى مليون سنة دي أبدية لا نهاية لها أصلي أن كل معاند ييجي اليوم للرب أصلي أن كل ملحد يعرف أنه في إله أصلي أن كل متهاون يسرع بأخذ القرار وزي ما قلت ترنيمة الجميلة أوعى تأجل الله عمره ما هيرجع في كلامه النهاردة عندك فرصة يمكن آخر فرصة الباب مفتوح قدامك النهاردة لكن بعد الموت ما فيش فرصة ما حدش يضحك عليك ويقولك أنه في صلوات أو حتى قدسات ستقام من أجلك وهتنقذك لا بعد الموت ما فيش فرصة للخلاص دي خدعة كبيرة خلي بالك والكتاب المقدس بيقول اليوم اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم وزا اليوم يوم مقبول وزا اليوم يوم خلاص وربنا يباركك حدث الأسيس ربنا يباركك شكرا جزيلا أخت نهال على المداخلة الحلوة على فكرة أنا عاوز أقول شيء في غاية الأهمية لما بنتكلم عن نبوات إحنا بنتكلم مش على شيء اسمه تكهن أو تخمين أو أقول أشياء لعلها تحدث أو لا تحدث مثلا إن شاء الله النصر جاي الله رح ينصرنا وإذا انتصرت ها هاي نبوة تمت ولم نتكلم عن أمور مجهولة على فكرة الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد تحت الشمس اللي بيعطي نبوات تقول لي طب ما فيه ناس نوسترودومس وإلى آخره أعطوا نبوات أنا بتكلم على كتاب من عند الله ما فيه أي كتاب آخر تحت الشمس بيعطي نبوات وعلى فكرة مش أي نبوات تخيل معي إن هذا الكتاب المقدس تلت هذا الكتاب المقدس بيتكلم عن نبوات نبوات لا حصرة لها مئات ألاف النبوات في العهد القديم بيتكلم عن نبوات عديدة عن مجيء شعوب عن ضمار شعوب بيتكلم عن دينونة شعوب ويتكلم كل شيء تم يعني حتى الرب لما وعد إبراهيم قاله من صلبك أو من نسلك سيكون متغرب في أرض غريبة بيتكلم عن نصر بيتكلم عن مدة الزمنية 400 سنة بعد 400 سنة رجعوا إلى أرض كنعان لأنه لم يكتمل كأس الأموريين وكان الرب آمر في إبادة شعوب كنعان يعني شوف الكلام بالتفصيل بالتطقيق تكلم عن شعوب تخيل كل الشعوب اللي في الشرق الأوسط شعب شعب الكتاب المقدس تنبأ عن نهايتها وشو مصيرها والأمور اللي اتحققت وصارت تخيل أنه نبي إشعياء بيتنبأ عن مملكة مادي وفارس بيتكلم عن الفرس قبل مجيء الفرس بيسمي اسم الملك الملك الفارسي كورش إشعية 45 الآية الأولى لثلاتة بيسميه مسيحي يعني ممسوح من عند الله حتى يتمم مشيئة الله في الدينونة على الشعب بيتكلم عن إرجاع الشعب 70 سنة بالتفصيل كل هاي النبوات حدثت بالتطقيق وكذلك في العهد الجديد الرب يسوع لما تكلم وتنبأ في أمور حدثت والرب يسوع اتكلم عنها وهو بعده على الأرض يعني كان بيتكلم عن أحداث رح تصير وصارت صارت بالتفصيل بالتطقيق ما في أي كتاب بيتكلم عن النبوات مثل الكتاب المقدس وهذا يجعلك أن تؤمن بكلمة الله تؤمن بالكتاب المقدس وإذا أنت رافض هذا الشيء كمن يرفض يعني يقول أن الشمس مش موجودة يعني الأدلة اللي في الكتاب المقدس لا تقارن يعني أنت بتتكلم عن آلاف الدلاء المقابل يمكن واحد يحكي لك جملة واحد تخيل تخيل بهالموضوع فالكتاب المقدس وتتميم النبوات في الكتاب المقدس بيدل على مصداقية الوحي وبيدل على وجود الله وبيدل على يعني على كمال الرب يسوع المسيح وهذا من أعظم الأدلة الموجودة في الكتاب المقدس مش أي كلام أنت مش رايح عند عراف ولا رايح عند واحد عم بيتكهن تتكلم على أمور بالتفصيل حدست بالتطقيق واللي بيظهلني لما أنت بتشوف الدمار مثلا في الكنائس السبعة في تركيا وبتشوف الدمار والأثرات الكنائس القديمة في فلسطين في إسرائيل وتشوف يعني كل هذه الأثرات كل الاكتشاف عم بأكد ثاني وثالث ورابع مصداقية الوحي مصداقية الكتاب المقدس الكتاب الوحيد اللي فيه نبوات تحت الشمس هو الكتاب المقدس كتاب الله وما عدا هذا الكتاب ما عدا يعتبر كله باطل وضلال وتزييف لأنه ليس كلام الله كلام الله تم كلام الله الأنبياء اتنبأوا تمت نبواتهم قالوا أقوال نبوات تمت هذه النبوات مش واحد بقولك ارجع لبكرة إن شاء الله رح يكون أو خليني أسأل أو فكر نو 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 حزم حازمين كانوا كان كل شيء بيتكلموه علمت أنك الآن رجل الله لأن كلام الله فيك حق هذه المرأة التي قالت للنبي إلي فعلا لأن كل كلمة تكلمها كانت صادقة فإذا أحبائي الكتاب المقدس هو كتاب نبوات الزمان الأخير هذا خلينا أقرأ الآية كمان مرة هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناها الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلم ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياق كما في النهار لا بالبطر والسكري لا بالمضاجع والعهري لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوة فإذن هذه الآيات مع أنه أنا عم بطلة على الساعة الظاهر أنه أزف الوقت يمكن مش رح أغطي كل الموضوع على أي حال خلينا أتكلم عن شيء مهم جدا في الزمان الأخير في هاي الآيات اللي قرأتها بيتكلم مثل ما ذكرت في البداية أنه مش بيتكلم على موعيد وعلى مثلا أمم أو شعوب أو أو إلى كيف رح تكون المجيء وكيف العلامات لكن يتكلم عن الهوية عن الكيان في حياة الشخص وهذا الأهم الله رح يتمم كل هذه الأمور اللي تكلمنا عنها رح يتم ولكن انت ما هو حالك فهون أربع أمور رح أذكرها وحاول أشوف إيش ممكن أخلص أولا دعوة إلى اليقظة الروحية ثانيا دعوة إلى الطهارة الأخلاقية ثالثا دعوة إلى الاستعداد الروحي رابعا دعوة للنمو والسلوك الروحي لاحظ هون بولوس عم بيتكلم عن التغيير التغيير الكامل التغيير في حياة المؤمن حياة المؤمن تعرف لما منقرأ في رسالة أفسوس إصحاح أربعة آية سبعتعش مكتوب فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلك فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم فإذن أحبائي يعني هون بيتكلم عن حياة التغيير الكامل فالمؤمن يعني بكل بساطة يختلف عن الحياة الوثنية اللي كانت بتمارسها في روما وبيكتب لكنيسة روما فبولوس بيعتبر المؤمن قديس اختبر قداسة المسيح المؤمن هو سفير سفير الوطن السماوي وهنا بتشوف أحباء شيء مهم جدا فليبي إصحاح ثلاثة آية عشرين فإن سيرتنا يعني مواطنتنا جنسيتنا our citizenship فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد طواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعتي أن يخضع لنفسه كل شيء فإذا المؤمن بيختلف تغير أصبح عندي جنسية سماوية أو كما يقول الرسول بولوس لطيتوس خلينا أقرأ في الصحة الثانية طيتوس صحة اثنين من آية 11 لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي الذي بدل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة فإذن المؤمن الحقيقي هو الذي يتشبه بالرب يسوع وبتعرف حبائي يمكن أن أخلص كل الموضوع ولكن خلينا أتكلم عن ثلاث علامات مهمة جدا يعني في هذا العصر تمت مش في أي عصر مضى أقول ثلاث علامات اللي كلها تمت في آن واحد في وقت واحد في هذا العصر مش أي عصر مضى أولا ازدياد المعرفة طبعا في دانيال صاح 12 بيتكلم عن هذا الموضوع عن آخر الأيام ازدياد ازدياد المعرفة طبعا وبيتكلم عن ازدياد المعرفة الكتب المقدسة واليوم إحنا كميات الكتب وكميات المعلومات تذهلني ولكن أخاف أن كل هذه المعلومات أنها أصبحت دينونة علينا لا لنا فش اللي عم بصير أنه ازدياد المعرفة عن كل ما بتفتح التلفون بتلاقي معلومات جديدة معلومات جديدة بتقدر ترجع لأي معلومات وطبعا في هذا العصر موضوع الذكاء الاصطناعي الـ AI هو طبعا موضوع في كل موضوع فيه بركة ولكن خطير خطير جدا ممكن الإنسان يخد الصوت يخد الصورة ويعمل عليها قصة كاملة وصور كاملة والله أعلم فإذا ازدياد المعرفة شيء مذهل في هذا العصر لم نرى في أي عصر مضى شيء تاني مع ازدياد المعرفة ازدياد الإثم مش بس بس ازدياد الإثم تشريعه يعني بيعملونه قوانين في متى 24 آية 12 13 يريد تقرؤوها ولكن يقول الكتاب ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثرين يعني مثل ما قرأنا في تمثاوس غير محبين لأنفسهم غير محبين للذات غير محبين وهكذا يعني بيتكلم عن محب غير محبة الآب أو المحبة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس وكلما ازداد الإثم وازدادت الخطية عم تبرد المحبة وعم نشوفها في البيوت في العلاقات في الأسر في الأولاد في البنات من كل ناحية يعني في رسالة روميا اقرأ رسالة روميا لصحاح الأول أرجوك تقرأ رسالة بيتكلم عن ليستة خطايا فظيعة جدا من آية 24 لآية 32 ولكن شوفكم بينهي الآية بقول لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون يسرون بالذين يعني بيفتخروا فيها مصرور مبسوط عليها وبيفتخر أنه بيعملها وهذا هو العهر يعني مش بس أنه الناس كانت تستحب الخطية ولكن معتش هم يعني الشخص عم بيخطئ ومش مهم سمعت ولا مهم أي شيء لا نوصل إلى هذه الحالة في إشعية 5 آية 20 مكتوب ويل للقائلين للشر خير وللخير شر الجاعلين الظلام نورا والنور ظلام يعني كل شيء بالعكس الجاعلين المر حل والحل مر يعني اليوم عم بقولوا عن الخير شر والشر خير وشوفوا الانتخابات الأمريكية شوفوا شو اللي عم بيصير في دول الغرب في كندا شوفوا اللي عم بيصير الخطايا 80% من الخطايا الإباحية الجنسية الموجودة في الشرق الأوسط شيء مخيف شيء مذهل شيء مخيف جدا في الغرب وفي الشرق يمكن هون الشعب منفتح وعملولها قوانين يعني مثلا اللواط أو السادومية أو إلى آخرين شو بدك تسميها يعني الشزوز الجنسي كانوا بيعملوها كل العصور وكل أزمان سادوم وعمورة واليونان والرومان ولكن ولا مرة تاريخيا عملولها قوانين اليوم إذا أنت حتى بتحكي ضد هذا الموضوع تعتبر هيت كرايم عملوا كل إشي فوبيا 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 كل إشي صار فوبيا فيعني الدنيا كلها تغيرت صار الخير الشر والشر خير وعم بقول الرب أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لنصار تغيرت كل كل الأمور أخيرا أحبائي ازدياد الكرازي فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي بن الإنسان أو ليس عجبا اسمعني منيح بلد المسيح بلد الأنبياء اللي مش عليها الرب يسوع المسيح وهذا بخجلني أنا أنا شخصيا ورجال الدين في بلادنا مش عيب إنه في الضف أقل من واحد في المية مسيحيين في إسرائيل عرب إسرائيل أقل من اتنين في المية هذه البلد اللي تدأت الكنيسة منها وصلت الرسالة لكل أنحاء العالم كيف من نام إحنا على فكرة كيف من نام أنا مش فاهم كيف من نام كيف مش عم نتاكل من جوه أقول ننتحر لا خطيئة الانتحار طيب شو نعمل بدنا نسترد نسترجع هذه الأيام بنعمة الرب يسوع المسيح يقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى المعرفة الإثم الكرازة كلها في هذه الأيام مرة وحدة استغل الفرصة يتأنى علينا عشان نرجع ونتوب للرب ونطلب الرب من جديد حتى فعلا ننال الحياة الأبدية رابي باركك